بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الإسبوع وبالتأكيد النهاردة هيكون كل الاهتمام على مباراة مصر المقصة والأهلي في إطار مباراة الجولة السبعة وعشرين من عمر مباراة الدوري العام مباراة مهمة جدا ورغم أنها مباراة دوري وبتحمل سلاس نقاط لكنها مباراة كؤوس في المقام الأول لأنك بالتأكيد بتسعى لسلاس نقاط في كل مباراة خلال الفترة القادمة في الظل المنافسة القوية جدا والحماسية على صدارة الدوري مع الأسبوع الأخيرة من عمر مباراة الدوري العام حالة النهاردة فيها كأوليس مهمة جدا هنتكلم على المباراة وقيمة الفريق والاستعداد لهذا اللقاء وكمان هنتكلم النهاردة عن اجتماع مهم جدا ومؤتمر بينظموا الاتحاد الإفريقي صباح اليوم لكل الاتحادات الوطنية في القرى الإفريقية بخصوص ملف مهم جدا في الفترة القادمة وهو ملف ترخيص الأندية في السنوات القادمة مع استحداث بطولات إفريقية جديدة في الفترة اللي جاية كل الكأوليس وكل الأسرار هتكون من خلال برنامج التريند بخصوص هذا الملف بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة المقصة والأهلي ممكن مباراة انتهي كام كام وفي نفس الوقت ممكن مين يسجل الأهداف شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضراتكم لكن بالتأكيد حالة النهاردة دسمة وفيها تفاصيل مهمة لذلك نذهب بسرعة إلى أهم العنوين فيه التريند الأهلي الأهلي في مواجهة قوية أمام المقصة وكمان انطلاق مؤتمر كعف لترخيص الأندية وأخيرا علام يطالب فيتوريا بالمشاركة في اختيار المدير الفني للمنتخبة الأولمبي استعرض مباراة اليوم النهاردة الجولة التانية من مباراة الإسبوع السبعة وعشرين وبالأمس كان فيه ثلاث مباراة أيضا النهاردة فيه سلسة مباراة في الجولة السبعة والعشرين الساعة ستة ونص فيه مباراتين هيتلعبوا في توقيت واحد سموحها يصديف المؤولين العرب على استاد الأسكندرية وأيضا بيرامدز يصديف البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية مصر المقصة بيصديف فريق النادي الأهلي وكل طوفية رب للأهلي في مباراة اليوم وحزد السلاس نقاط للاستمرار بشكل جاد جدا على المنافسة على صدارة الدوري أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند النهاردة هم نتكلم بالتأكيد على محورين وموضوعين مهمين جدا الموضوع الأول بالطبع هو مباراة مصر المقصة والأهلي في إطار مباراة الجولة السبعة وعشرين وهي مباراة صعبة جدا ومهمة جدا أولا ضغط مباريات وتوالي مباريات وكلمنا عن الأمور دي كتير في الحلقات اللي فاتت لكن خلاص حد نتكلم على المرحلة اللي احنا بنعيشها في الفترة الحالية ولا بديل أمامك سوى الانتصار والفوز الأداة والمستوى ده ممكن نتكلم عليه بعد كده بقى لما ينتهي الموسم وإزاي تبدأ تحضر للموسم الجديد بفترة إعداد جديدة في الفترة اللي جاي لكن ألا وأن الفترة الحالية مبارياتها قوية وصعبة وكل الفرق بتتسارع على النقطة في صراع كبير جدا تحت في منطقة الهبوط والفرق بتتسارع على البقاء في الدوري ونفس الأمر في منافسة سلاسية على صدارة الدوري الأهلي زمالك بيراميدز فبالطبع المبارات هتكون كلها قوية جدا النهاردة يمكن جاريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الأهلي اختار قيمة لهذه المباراة في ظل الإصابات العديدة والغيابات المؤثرة في الفترة الأخيرة قدر يختار قيمة ياخد بيها مباراة النهاردة ريكاردو سواريش اختار قيمة من محمد الشناوي ومصطفى شبير وعلي لطفي في حراسة المرمة في خط الدفاع رم ربيعة محمود متولي ياسر إبراهيم أيمن أشرف محمود وحيد علي معلول كريم فؤاد محمد هاني وبالتالي يمكن الغيابات مش موجودة في مركز حراسة المرمة ولا خط الدفاع الحمد لله لكن تعالى بقى عند خط وسط الملعب عندك غياب مؤثر جدا لعمر السلية وبالتالي تم الاستعانة بأليو ديانج وحمد فتحي بالإضافة إلى محمد محمود في خط الوسط الهجوم الغيابات أكتر تأثيرا بقى احنا بنتكلم وجود أحمد عبدالقادر وقفشة وليد سليمان عودة لويسم كسوني عودة زياد طارق عودة محمد فخري ليه؟ لأن انت عندك هنا غيابات مؤثرة من غيب؟ عندك طاهر عندك كمان حسين الشحات مان صلاحة محسن طيب تروح لخط الهجوم مفيش إلا رأس حربة واحد وهو حسام حسن نتيجة غياب بالتأكيد محمد شريف اللي خلاص المسلم بالنسبة له انتهى في الفترة اللي جاية دي القائمة اللي اختارها ريكاردو سواريش شايفين يمكن الاختيارات محدودة والظروف اللي بتعرض لها الآله في التقوية الحالي من حجم الإصابات اللي في الفرقة بالتأكيد ممكن يؤثر على أي فريف في المراحل القادمة لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في المجموعة اللي تم اختيارها النهاردة تقدر تعمل مباراة كبيرة وتحرز الثلاث نقاط لان كمان 48 ساعة عندك مباراة مؤجلة مع المولين العرب واهميتها بتأتي ان انت داخل خلاص مع نهاية شهر سبعة مهم جدا شكل ترتيب جدول الدوري قبل ما تركز بقى في شهر تمانية وصراع الصدارة على مباريات الدوري ولسه عندك مباراة مؤجلة تاني ان شاء الله في منتصف أغسطس مع فريق النادي الإسماعيل وهي مباراة مؤجلة من الجولة التمنتاشر طيب ده جزئية متعلقة بالقيمة اللي اختارها ريكاردو سوريش طاقم التحكيم اللي هيدير مباراة النهاردة في حكام طبعا لأول مرة بيديروا مباراة للأهل هذا الموسم لكن لو بصنا على طاقم التحكيم مباراة النهاردة اللي هتلاقي على السادة الكولال حربية الساعة 9 مساء اليوم حكم ساحة الكابتن محمود ناجي مساعد أول كابتن خالد السيد مساعد تاني الكابتن إبراهيم السوداني حكم رابع محمد العتباني حكم تقنية الفيديو الفار الكابتن مصطفى الشهدي وده أول مباراة لمصطفى الشهدي مع الأهل في تقنية الفيديو مساعد حكم فيديو الكابتن حمادة القلاوي يمكن حمادة القلاوي من الحكام اللي أداره مباراة قبل كده سابقة في الدور العام لكن النهاردة هو موجود مساعد حكم فيديو طيب دي قايمة الفريق وده طاقم التحكيم اللي هيدير مباراة النهاردة وكنا نتمنى أن يكون فيه طاقم دولي لإدارة هذه المباراة في ظل أن الفرق المنافسة كمان عندها حكام دوليين موجودين النهاردة لكن هنشوف التعينات اللي بيتم اختيارها من لجنة الحكام مدى تأثيرها على نجاح هؤلاء الحكام في الاستمرارية في الفترة اللي جاية بدون الخروج بأخطاء مؤسرة على نتائج فرق الدوري في الفترة اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ نتكلم بقى على ملف ترخيص الأندية والملف ده مهم جدا لكل الأندية المصرية لأن الخريطة الفترة الجاية هتتغير بنسبة 100% أهلا بحضراتكم من جديد طيب الكلام اللي جاي ده مهم جدا لأن انتوا متعودين مننا دايما في برنامج الترند بنفتح الملفات المهمة الخاصة بالكرة الإفريقية للملفات دي بتفيد القرى المصرية في المقام الأول وبتفيد الأندية في المقام السلي طيب النهاردة الاتحاد الإفريقي عمل مؤتمر وندوة أو ورشة عمل مهمة جدا هتتم على مدار ثلاثة أيام قادمة بدأ من النهاردة 27-7 حتى يوم 29-7 الندوة والورشة العمل معمولة ليه؟ معمولة لأن الفترة اللي جاية ملفة الرخيص الأندية يختلف اختلاف كله بنسبة 100% عن اللي كان بيحصل في السنوات السابق كانت زمان بتبعت ورق الرخصة أو ملفات النادي ملف مالي، ملف إداري، ملف قانوني، الهيكل التنظيمي، قطاع الكورة، شكله إيه؟ مين موجود فيه؟ الجهاز الفني، الرخص التدريبية وبتقدمها في ملف عبارة عن مثلاً 100 ورق أو 50 ورق حسب إمكانياتك وحسب قدرات النادي اللي أنت موجود فيه أو مسؤول عنه وبتبعتها للاتحاد الوطني أو الاتحاد المحلي بيتابعوا بيراجع الأوراق وبيشوف مدى مطبقتها على الواقع والحقيقة وإذا كان الورق سليم بيبعثوا إلى الاتحاد الإفريقي وبالتالي الأمور بتعدي بشكل عادي جداً ولكن بدءاً من شهر 7 زي النهاردة السنة الجاية 20-23، كل حاجة هتبقى عن طريق سيستم إن أولاين يعني عبر سيستم إلكتروني الاتحاد الإفريقي هيعمله لكل الاتحادات الوطنية خلال الفترة اللي جاء كل حاجة هتبقى أولاين مفيش حاجة اسمها ورقة جبهالي وأنا مضيلك عليها ونبعثها وناخد عليها استثناء ولا الكلام ده خالص مفيش الكلام ده تاني تدعم من السنة الجاية مفيش نادي هيلعب في المسابقات الأندية الإفريقية كل حسب درجته يعني هتبقى فيه معايير للرحصة اللي هيشارك في دور السوبر دور السوبر الإفريقي هتبقى فيه معايير للرحصة اللي هيشارك في دور الأبطال إفريقية هتبقى فيه معايير للرحصة اللي هيشارك في كأس الكونفيدرالية وكل المعايير دي كل ما بتلعب في بطولة أقل كل ما هتكون المعايير أقل في حدتها وقوتها ومدى الشروط اللي عايزة للاتحاد الإفريقي الفترة اللي جاية وبالتالي ابتداء من شهر 7 السنة الجاية كل حاجة هتبقى أونلاين وكل نادي هيتعامل مع السيستم ويحط الأوراق بتاعته ويبعثها للاتحاد الأفريقي وفي النهاية الاتحاد الأفريقي هيتابع الإجراءات والوراق ده من خلال شركات هيتعاقد معها عشان يشوف مدى صحة الأوراق عشان في النهاية النادي اللي مش هيلتزم بالإجراءات دي مش هيشارك في البطلات الأفريقية وهنوصل لمرحلة بعد كده أن الاتحاد الوطني هيتابع الإجراءات كمان ويبص على رخص الأندية سواء اللي بتلعب في أفريقيا أو اللي ما بتلعبش في أفريقيا والوراق لو مش مطابق للمواصفات والمعايير مش هيلعب في الدوري المحلي كمان طيب إيه هي أبرز الأمور النهاردة الاتحاد الأفريقي شرحها لكل مديري الترخيص في الاتحادات الوطنية لأن النهاردة ورشة العمل مين اللي ممثل فيها مش الأندية الأندية مش معنية بس مين المعنى بقى الجهات اللي هتبقى مسؤولة عن الأندية زي مين الاتحاد المصري لكرة القدم هيكون مشرف بالتأكيد على الأندية المصرية في الفترة اللي جاية فالمديري التنفيذي ومديري إدارة الترخيص لازم يكون حاضر النهاردة ورشة العمل ويتابع على مدار 72 ساعة اللي جاية إيه التطورات وإيه المعايير اللي لجنة الترخيص في الكاف بقيادة محمد سيدات الموزنبيكي عايز يطبقها خلال الفترة اللي جاية كمان النهاردة كان حاضر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مسؤول الاتحاد الدولي فيفا اللي أقر هذا النظام من حوالي 6 شهور وبلغ به كل الاتحادات القرية لازم نظام الترخيص يبقى أونلاين سيستم إلكتروني يفيش حاجة اسمها أوراق تتقدم وبالتالي الاتحاد الافريقي هيطلب أو يعتبر من بدء من النهاردة بيفهم الاتحادات إيه اللي يتعمل الفترة الجاية أول حاجة لازم تشكل لجنة لإدارة ملف الترخيص في الاتحاد المحلي بس اللجنة دي دورها يتعمل حاجتين أو ينبسق من اللجنة دي لجنتين لجنة الطلبات ولجنة الطعون لجنة الطلبات اللي هتحدد المعايير اللي هتقدم بيها الأوراق عبر السيستم ولجنة الطعون اللي لو أنت ترفض الطلب بتاعك وترفضت الرخصة في لجنة الطعون على رفض الرخصة خلال الفترة اللي جاية حاجة تانية وإنت بتقدم الملف والمعايير بتاعتك لازم يكون عندك فريق كرة قدم نسائية أي فريق أيا كانت إمكانياته ما عندهوش فريق كرة نسائية مش هياخد رخصة الأندية المحترفة ومش هيشارك تباعا بدور السوبر لأنه عندي مفاجأة النهاردة أعرضها على الشاشة لكل سادة المشاهدين بس أخلص بس البنود اللي جات لي دي النهاردة من مسؤول الكاف وعرض حاجة متعلقة بدور السوبر الإفريقي لم تعرض من قبل على أي شاشة مصرية في الفترة السابقة لأنه كل بيسأل عن دور السوبر إيه ما لمحه؟ معاودونكم دايماً هنا عبر شاشة قناة الآلة بتعرفوا كل التفاصيل من خلال برنامج التريند كمان الاتحاد الإفريقي يتعاقد مع شركة تطقيق مالي شركة مالية الدور المنوط بهذه الشركة أن هي ترائب وتفحص حسابات الأندية وميزانيات الأندية أي نادي هيقدم ورقة حسابية أو ميزانية الميزانية والورقة مش هتتخذ كده عبر السيستم ويتم اعتمادها في شركة تطقيق مالي لازم تقوم بدور فحص هذه الحسابات ومراجعة الميزانيات مثلاً عندنا شركة زي الشركة اللي قامت بدور المتابعة المالية للاتحاد الإفريقي في السنوات السابقة ممكن يتم التعاقد معها عشان تفحص الميزانيات الخاصة بالأندية كمان لازم يكون عندك معد بدني معتمد وعنده رخصة لازم يكون عندك أكاديميات معتمدة وبتطبق القواعد اللي بيقولها الاتحاد المحلي وفي نفس الوقت الرخصة مش هتبقى لأندية اللي هتشارك في البطنة الإفريقية الرخصة هتبقى لكل الأندية اللي اتلعب الدوريات المحلية يعني في مصر فيه 18 نادي بيلعبه في الدور المصري لما الاتحاد الإفريقي يطلب ويقول المعايير دي الاتحاد المصري ينفذ المعايير دي مش على الفرق اللي هتشارك في أفريقيا لا دعا الـ 18 نادي الـ 18 نادي لازم يطبق المعايير دي اللي هيشارك في أفريقيا خلاص أوكي واللي مش هيشارك كده كده الله أعلم ممكن السنة اللي بعدها هيبقى أول السنة اللي بعدها ممكن يشارك كونفدرالية ممكن يكون بطل كاس لكن مهم جداً الـ 18 نادي يطبق المعايير حاجة تانية كمان كان الاتحاد الوطني بيدي ترخيص مؤقتة لغاية لما يعني تزبط الأمور عندك وتعدل كل إجراءاتك لا مفيش حاجة اسمها رخصة مؤقتة يا تبقى نادي محترف ومعاك رخصة الأندية المحترفة يا إما ما تبقاش معاك الرخصة وبالتالي ما تشاركش إذن مفيش حاجة اسمها رخصة مؤقتة خلال الفترة اللي جاية كمان من الحاجات المهمة جداً بقى وهي متعلقة بدور السوبر الإفريقي ملف دور السوبر هو حوالي 15 ورقة ملف دور السوبر الإفريقي 15 ورقة النهاردة بس هنستعرض ورقتين مهمين جداً بخصوص ملف دور السوبر لأنه خلاص يوم 10-8 هيتم اعتماده في الجماعية العمومية في تنزانيا خلال الفترة اللي جاية وهيتطبق بشكل رسمي في 28-23 وبالتالي في ملامح من دور السوبر النهاردة هننفرد بيها ونعرضها لكل السادة المشاهدين قدامكم على الشاشة ده الأمر المتعلق ببعض البطولات اللي هيتم تنظمها على هامش دور السوبر الملفات دي دي ملفات لأول مرة تتعرض على الشاشة لكل السادة المشاهدين عشان يعرفوا الفترة الجاية للكرة الإفريقية إيه اللي هيحصل فيها دور السوبر هايبقى لينظام دي مسابقة جديدة هتبقى دور أبطال إفريقيا بالشكل الجديد اللي هيتنظم الفترة الجاية دور الاربعة وستين دور الـ 32 دور الـ 16 دور الـ 8 السيمي فاينال والفاينال دور أبطال إفريقيا بالنظامه ده هايبقى دي بطولة مستحدثة مختلفة تماماً عن دور أبطال إفريقيا اللي اتنظم فيه السنوات السابقة ويكون اسمها نيو كاف شامبونز كاب هتبقى البطولة الجديدة لدوري أو لدور أبطال إفريقيا خلال الفترة اللي جاي الورقة التانية كمال اللي هنستعرضها معاكو ده اللايسنز الرخص أو المعايير اللي بنتكلم عليها بخصوص دور السوبر الإفريقي إيه اللي هيتم تنظيمه فيه الفترة اللي جاي قدامكو ده هنا بنتكلم على معيار مهم جداً واو معيار لازم يكون عندك فريق كرة نسائية إذن الجزء المتعلق بمعيار فريق كرة نسائية عشان تلعب دور السوبر لازم تطبق المعيار ده وفي نفس الوقت عشان تلعب ويبقى معاك رخصة الأندية المحترفة لازم كمان يكون عندك فريق كرة نسائية الملف ده أنا النهاردة بس حبيت أطلع منه ورقتين أو بندين مهمين جداً هنستعرض باقي الملف في الحلقات اللي جاية لكن بما إن الاتحاد الأفريقي عمل النهاردة ورشة عمل وابتدأ يتكلم على الترتيبات الخاصة برخصة الأندية المحترفة فحبيت أربط ما بين التطورات اللي هتحصل على رخصة الأندية المحترفة وهتبقى إزاي عبر سيستم أولاين ونتكلم على دور السوبر بالنظام اللي أنتوا شايفينه دور السوبر على فكرة هيتم المشاركة فيه بالنظام الجغرافي تلات مجموعات كل مجموعة فيها تمن أندية هيبقى في النهاية 24 نادي كل مجموعة فيها تمن أندية يصعد أول خمسة وبالتالي يبقى 15 نادي السادس أفضل سادس في التلات مجموعات هو اللي هيكمل الشكله يبقى 16 ونبدأ مرحلة دور الستاشر بنظام النوك أوت طب مرحلة المجموعات نا بنتكلم موجود 8 أندية 8 أندية يعني هيتلعب 14 مباراة 7 على أرضك و7 خارج أرضك الأعلى النقاط من الـ 14 في الخمس أندية هو اللي هيتأهل لدور الستاشر طب هل الأندية اللي هتشارك في دور السوبر هي هي بتاعت كل مرة لا دور السوبر الإفريقية يبقى بنظام الصعود والهبوط بس هبوط مين آخر تلاتة تلات أندية في المركز الثامن في المجموعات التلاتة هم اللي هيهبطوا ويصعد مين التلاتة اللي هيصعدوا اللي هيشاركوا واللي هيفوزوا بالبطلات الأخرى دور الأبطال وكاس الكونفيدرالية طيب دور السوبر بعد ما نتكلم على الصعود 16 نادي من المباراة دور الستاشر حتى المباراة النهية هتبقى من نظام النوك أوت خروج المغلوب على طول مباراة على أرضك مباراة خارج أرضك نفس نظام دور الثمانية والسيميفاينال والفاينال الحالي في دور أبطال إفريقيا الملف ده مهم جدا وكان لازم النهاردة مع بدء ورشة العمل نشرح تفاصيل متعلقة بهذا الملف لسه فيه تفاصيل تانية ولسه فيه ورق من هذا الملف إن شاء الله نشرحه تباعا في الحلقات اللي جاية لأن الكلام ده مهم جدا لازم جمهور الكرة المصرية يعرف الخريطة الفترة جاء اللي هيحصل فيها لأن اللي بيحصل حاليا على المستوى الإداري داخل اتحاد الكورة مع ملفات رخيص الأندية والميزانيات وعقود اللعيبة والمستحقات والقضايا اللي في الفيفا أو في الكاس كل ده لازم يغلق ويتقفل عليه لأن الوضع هيختلف تماما ابتداء من شهر 8-23 أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف تريند الأهلي وإيه اللي اتكتب النهاردة على الأهلي في السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد وفقر تريند الأهلي نهاردة تريند الأهلي مليه بالأخبار والأمور اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة ونبدأ مع بعض بحساب المصري اليوم الرياضي على الفيسبوك ولنشر تفاصيل رسائل سواريش خلال اجتماعه مع اللعيب الأهلي قبل مواجهة المقصة على حسب المصادر اللي قالت للمصري الرياضي أن ريكاردو سواريش طلب من لعيب الأهلي يخذ مباراة المقصة بقوة وتركيز شديد داخل الملعب من أجل تخطي مواجهة اليوم وإضافة ثلاث نقاط جديدة للحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة وكمان سواريش شدد على ضرورة استغلال الفرص في المباريات قبل حسم قائمة الرحليين عن الفريق أكيد فيه دوافع معنوية خلال الفترة الحالية من أجل حصد النقاط في الفترة اللي جاية لكن من خلال متابعيتي اللي اتكتب في المصري الرياضي مفيش كواليس من خلال اجتماع سواريش مع اللعيبة كلام ممكن تكتبه وانت مغمد عينك ركزوا عايزين نحسم الثلاث نقاط احنا بالنفس على الدوري ده كلام أكيد متابع في أي اجتماع ما بيتم بين جهاز فني ولعيبة لكن تفاصيل التفاصيل ما بين الاجتماعات أكيد طبعا محدش بيعرفها لكن بعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا بتحاول تكتهد عشان تعرف كواليس اجتماعات الجهاز الفني مع اللاعبين طيب يلا كرة النهاردة ركز على التشكيل المتوقع للأهلي أمام فريق مصر المقصة حسام حسن في الهجوم تشكيل الأهلي المتوقع ليس تشكيل رسمي لكن يلا كرة بيتوقع نشن ناوي في حراسة المرمى ياسر إبراهيم أيمن أشرف رامي ربيعة علي معلول كريم فؤاد أليو ديانج حمد فتحي ثم محمد مجد أفشا وأحمد عبدالقادر وحسام حسن الناس خلاص بيتعرفة أن التشكيل هيكون رايح في إطار سكة 3-4-3 بعد تغيير طريقة اللعب عقل مباراة الزمالك في كأس مصر طيب نروح كمان لباقي التفاصيل وحساب كورا بلس بتكلم على تعرف على قيمة غيابات الأهلي أمام مصر المقص طيب نعد مع بعض كده واحد أكرم توفيق عمار حمدي حسين الشحات محمد شريف عمر السلية أحمد نبيل كوكا محمد عبد المنعم صلاح محسن طاهر محمد طاهر إذن 9 لعيبة غيبين بسبب الإصابة ولكن لأسباب فنية تم استبعاد بدري بنون يبقى كده 10 لعيبة وبرسي تاول عدم الجهزية بعد العودة من الإصابة يبقى بالتالي 11 لعيب غايب النهاردة عن فريق الأهلي أمام مصر المقصة قيمة بالكامل ما بين لعيبة في خط الدفاع لعيبة في خط الوسط لعيبة كمان في خط لجوم مؤثرة بشكل كبير فغيابات عديدة لكن أتمنى إن شاء الله النهاردة نشوف أداء مميز من اللاعبين اللي هيحظوا ببداية في التشكيل الأساسي طيب اليوم السابع راح لي إطار تاريخي بقى وإطار متعلق بتاريخ مواجهات الأهلي ومصر المقصة قبل صدام الليلة بالدوري طيب تاريخ المواجهات الفريتيل لعبوا مع بعض 21 مباراة الأهلي فاس 15 المقصة فاس في مباراتين وتعادلوا فيه أربع مباريات أكبر فوز للأهلي على المقصة كان 4-0 وأكبر فوز للمقصة على الأهلي كان 3-2 آخر مباراة الأهلي فاس فيها على المقصة 4-0 والأهلي حقق الدوري 42 مرة الوصيف ده أفضل إنجاز لمصر المقصة يمكن ما فيش إنجاز أفضل من جده في الدوري المقصة كان ترتيبه والتاني هدف الأهلي في المقصة كان عبدالله السعيد أربع أهداف وجون أنتوي هدف المقصة في الأهلي برصيد أربع أهداف واللي اتنين مش موجودين في مبارات النهار نروح لحساب الوطن الرياضي ويتكلموا على أن كمان في خمس لعبين في الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة المقاولين بالدوري الممتاز يعني إحنا بنتكلم على 11 لعيب غيب النهاردة ولقدر الله كمان في خمس لعيبة مرشحة أنها تغيب عن المباراة الجاية ولكن اللعبة دي مش بسبب إصابة لقدر الله أو رؤية فنية لا ولكن بسبب تفادي الحصول على البطاقة الصفراء يعني واخدين انذارين قبل كده والنهاردة لو حد فيهم خد انذار هايبقى انذار تالت وبالتالي مايلعبش المباراة الجاية مع المقاولين مين هم الخمسة؟ حمد فتحي محمد هاني كريم فؤاد أحمد عبدالقادر محمد مجدي أفشا الوضع صعب جدا واتمنى النهاردة ما تكونش المباراة فيها أي انذارات المصر اليواضي خلال تصريح مهم جدا للكابتن أحمد ناجي وبيتكلم فيه على محمد الشناوي ومع إن الكابتن أحمد ناجي من مدرب الحراس الخبرات كبيرة جدا في الدورة المصري مهم جدا نسمع رأيه في التوقيت الحالي بخصوص مشاركة الشناوي مع الآله في المباراة الأخيرة كابتن ناجي بيقول لا يوجد أي أزمة بشأن تراجع مستوى محمد الشناوي محمد الشناوي أفضل حارس في مصر وأفريقيا والإسبوع المقبل هتلاقيه حاجة تانية لا يوجد أي أزمة بشأن تراجع مستوى محمد الشناوي كرة القدم لعبة عجيبة والناس بتحبها لأنه مفيش فيها حاجة سبتة لكن الشناوي قادر على العودة معنا كده بخبرات كبتن ناجي عايز يقول مفيش لاعب في الدنيا أو لعيب بيلعب كورة دايما هتلاقيه على نفس المستوى أكيد فيه إمكانيات وفيه قدرات انتواسق منها النوع اللعب ده مميز جدا لكن أكيد على مدار الموسم بتجيلك فترات المستوى ممكن ينزل شوية بس أسباب كتيرة بقى إجهاد ضغط نفسي خسارة بطولة الأتموسفير العام بالنسبة للفرقة واللعيبة ممكن يخليهم أداء مش كويس في الفترة الأخيرة لكن دايما عندك ثقة إن اللعيبة دي كويسة وعندها القدرة لنها ترجع بسرعة لمستوها وده تصلح مهم جدا من الكابتن ناجي بخصوص محمد الشناوي الوطن الرياضي بيتكلم على إن الأهل يدعم محمد هاني بقرار جديد قبل المريكاتو الصيفي فيما معناها يعني حسب المصادر اللي قالت للوطن سبورت إن كان فيه بعض الاختيارات أو الطلبات إن يتم دعم مركز الظاهير الأيمن في الأهلي ولكن لجنة التخطيط تحفظت على هذه الفكرة وقالت ما فيش داعي لضم زهير أيمن في الانتقالات الصيفية والاكتفاء بالسنائي محمد هاني وكريم فؤاد بجانب كمان أكرم توفيق اللي هيعود فيه الفترة اللي جاي وبالتالي أكيد فيه استمرارية للعيبة في الفترة اللي جاي حساب كورا إليفن بيتكلم على اللعيبة الأجانب اللي في الأهلي وبيقولوا في ظل رغبة النادي بضم أجانب من أعلى مستوى بدلا منه عرض قطري ضخم على طولة النادي الأهلي لضم فتا مسماني المدلل في ألمريكاتو العنوان عليه تحفظات كتير لأن ما فيش حاجة اسمها فتا مسماني أو أي مدرب بيجيب لعيب فهو الفتا المدلل ليه بيرستاو لعيب مؤثر آه هو تعرض لإصابات في الفترة الأخيرة لكن لما بيلعب بيبقى مؤثر وكان ليه دور مع الآله في البطولة الإفريقية بغض النظر على المباراة النهائية يعني المباراة وفاق الصيفي الجزائري شفنا أداء بيرستاو وتأثيره على الآله في البطولة الإفريقية في إحراز الأهداف وفي صناعة الفرص لكن كورا إليفن بيتكلم عن أن في عرض قطري لضم بيرستاو في المريكاتو الصيفي وقد يكون هناك استفادة ضخمة للآله لا تعليق على هذا الخبر لحين وضوح الأمر من النادي الأهلي في الفترة اللي جاية وده مش هيتضح إلا مع نهاية المسيم ومع فتح باب الانتقالات في الصيف القادم آخر حاجة معايا وأيضا أمر متعلق ببدر بنون رحيل بدر بنون عن الأهلي خلال 48 ساعة إلى قطر القطري وبيتكلم عن أن يفي موافقة مبدئية من جانب الأهلي ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال 48 ساعة ننتظر لنرى الجديد خلال الساعات اللي جاية خاصة في ملفات الأجانب اللي بيتم طرحها في الفترة الحالية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضركم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند الجزء الأخير هيكون متعلق بالقرى المحلية والقرى العالمية وكمان سؤال السادة المشاهدين التريند المحل النهاردة متعلق بالمنتخبات الوطنية سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي حساب صفحة أو حساب موقع بطولات على الفيسبوك نهاردة كان بيتكلم على أن الأستاذ جمال العلام رئيس الاتحاد القرى قدم اقتراح جديد بشأن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي اقتراح رئيس الاتحاد بيتكلم على ضرورة مشاركة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول في اختيار من هو المدير الفني للمنتخب الأولمبي والأستاذ جمال العلام قال للمجلس معاه من الأفضل أن يكون هناك منظومة منسجمة ما بين المنتخب الأول والأولمبي والمدير الفني للاتحاد حتى تكون هناك نتائج أفضل في الفترة اللي جاية يعني هو يقصد كل ما يكون فيه تنصيق ما بين المنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأولمبي مع المدير الفني للاتحاد كل ده ما هيعكس إيجابا على النتائج في الفترة اللي جاية ولكن حتى هذه اللحظة تم اختيار المدير الفني للمنتخب الأول ولكن من هو مدرب المنتخب الأولمبي محدش عارف الوقت دائع جدا بالمناسبة لأن التصفيات بالزبط بعد سنة وهتبقى في المغرب وهتبقى تصفيات قوي جدا فلازم يتم الإعداد من دلوقتي واخد مباراة ودية في ظل كمان أن الأجندة اللي هيلعب بها المنتخب الأولمبي الفترة الجامعة المنتخب الأول مش كتير حوالي أجندتين أو ثلاثة قبل البطولة في يوليو 2023 الوطن سبورتي كمان اتكلم على طلبات روي فيتوريا مع منتخب مصر بشأن المحترفين وهو طلب يعني أن يكون في قاعدة بيانات اللاعبة المصرية المحترفين بالخارج ووضع خطة شاملة لمتابعتهم سواء اللي بلعبه في الدوريات الأوروبية أو حتى اللي بلعبه في الدوريات الدور المحلي عشان يتم منتبعتهم مع لعبي الدور المصري قبل ما يبدأ أول معسكر له في شهر 8 شهر 9 اللي جاي اللي هيكون يا إما رسمي يا إما ودي وده قرار هياخده الكاف خلال الأيام القادمة نروح ليه الترند العالمي وأول حاجة في الترند العالمي زي ما أنتم متعودين محمد صلاح حساب أنفلد ووتش على تويتر بيكلم على أن محمد صلاح مرشح لجايزة أفضل شخصية رياضية مؤسرة في بريطانيا لعام 2022 جايزة دي مقدمة من مؤسسة إسين سيتي أوردس وبالتأكيد هتكون شيء عظيم أن يكون الشخصية الرياضية الأولى في 2022 في بريطانيا لاعب مصري أو نجم مصري هو محمد صلاح طيب حساب كورة إليفن بيتكلم على محمد النيني ودي بعض الصور واللقطات لتدريب النيني النهاردة مع أرسنال استعداداً للمسم الجديد كل التوفية رب الصلاح مع ليفربول وننيني مع أرسنال ونشوف كمان عودة جيدة لتريزيجي خلال الفترة الجاية في الدوري التركي كمان عندنا أكثر من لعب مصري محترف في الدوريات العربية الدوري السعودي فإن شاء الله يكون موفق كل اللعبة المصرية اللي بتحترف في الدوريات الخارجية حساب منشستر ونايتد النهاردة بيتكلم على أحدث الصفقات بالنسبة للفريق تم التعاقد معه لساندرو مارتينيز لساندرو مارتينيز تم التعاقد معه حتى عشرين سبعة وعشرين مع إمكانية تجديد لمسم آخر بقيمة سبعة وخمسين مليون يورو زائد عشر مليون إضافات طبعاً الأرقام والصفقات في الدوري الإنجليزي شغلها في شكل قوي جداً مع اقتراب المسم خلاص أنه ينطلق في عشر أغسطس المقبل طب المشاركات على السؤال ترحناها توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهل والمقصة ومين ممكن يسجل الأهداف أستاذ سعيد بيقول إن شاء الله فوز الأهل تلاتة واللي هيسجل الأهداف حسام حسن أحمد عبدالقادر وعلي معلول أستاذ محمد جمال بيقول فوز الأهل سفر تلاتة محمد مجد أفشا معلول حسام حسن كمان أستاذ عبدالله الأهلاوي بيقول فوز الأهل إن شاء الله سفر أربعة الأهداف لزياد حسام أفشا عبدالقادر أستاذ أحمد علي بيقول 0-3 للأهل إن شاء الله لم يتوقع مين هيحرز الأهداف لكن توقع النتيجة 0-3 أستاذ محمد ده جمع بيقول يا مساء الخير يا محمد أهلا بحضرتك إن شاء الله 0-3 معلول أفشا حسام حسن أهلاوي وأفتخر أستاذ سيد ده ممدوح بيقول فوز الأهل 0-3 معلول وعبد القادر وحسام أهلاوي وأفتخر والدوري في الجزيرة إن شاء الله بإذن الله الدور هيكون في الجزيرة بإذن الله أستاذ مصطفى زناتي بيقول مش مهم نكسب كام؟ أهم حاجة الفترة دي سلاس نقاطه بس وإن شاء الله 2-0 يعجبني أو بتعجبني التعليقات اللي فيها أراء أيا كان الأداء المهم نكسب لأن الناس عارفة أهمية المرحلة الجاية وأنك لازم تكسب خلال الفترة اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن أن ألتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء